السلام عليكم ورحمة الله إخوان كثيرين نتمنى بكوش يكون بخير ولا خير إن شاء الله اليوم عدنا واحد فيديو جديد على الفورد فيستا على ما أظن نوقع الـ 2011 و الـ 2012 مهم مشكلة للطنوبي لهذا اليوم إن شاء الله إخوان ندر واحد فيديو مخصص لهذا الطنوبي بحكم أن كثير من الناس كسبينها في المدول الكبار و في المغرب يعني موجودة عدد النوع للسيارة بحكم أن الطنوبي الصغيرة و اقتصادية و فيها بعض مميزات يعني بزاف ديال ناس يكسبوها الطنوبي للإخوان اليوم إن شاء الله سنهضروا على واحد الحاجة اللي هي مهمة اللي بزاف ديال الحديد تعاني منها يعني الحديد اللي من 2000 و طلع يعني كامل تعاني من هذه المشاكلات اللي هما الـ مشكلة ديالتيراج يعني الطنوبيل كتكون مزيانة يعني بين عشية وضحاكة والي الطنوبيل كتفشل ما كتقاش تتيري هذا الفشول يا الإخوان في الطنوبيلات اللي من 2000 و طلع يعني التنوبيلات اللي فيهم الـ لي كتشروق لهم الأعطال بالجهاز الفحص ديالترى الجهاز هلالتان تالي العمل لي كانوا شائع اللي هو المعاناة اللي يعني و ان الطراج وينقشس في الطنوبيل بزاف ديال حديد النفوكة المطلقا تتلقى تعانى من ي Alan ذا인데 biانه السياراتْ تتكون بزاف تهم بعض الحجاب الخاصدام لذلك يتم تطوير يحسطاها على الهربو يجب أن يكون هناك الطاقة إيجابية في الطنوبيل يستيقضها في طريقmaker تولاologكس تطوير مستبيت هي ما تطوير عليه الخدمة السB14 مريح فدا قم يشد عنو في السيارة ستجد استعمال فضول endure لا يجب أن يطلع الاربا ام طالع ومثل تطلع الاربا ام طالع هنا يجب أن يتطرقوا الى الأسباب التي ينفع الطنوبيل سوف نضع اليوم كاملين الأسباب التي يجب الطنوبيل تفشل لكي يطلع تلك المشكلة ويقع فى الخيطة التي يتبعوا تبعوا معنا الفيديو والذي يهموا الأمر والذي كسب السيارة وميكانيك اللي يخدمها يستفيد إن شاء الله كيف ماشتوا معنا الإخوان المحرك الذي لديناه هو هذا الشكل هو هذا هذا المطور يدرى الكثير من السيارات من هم البيجو والفورد يعني ركف الكثير من هذه الطنوبيلات مطور رازوان وطراج وكوشي مزيان ولكن توقعوا فيه دفويات تحمقوا الدفويات هما لدينا هدرع اليوم اليوم إن شاء الله ما هي أول عامل؟ يعني الحاجة الأساسية اللي كتقدر تفشلينها الطنوبيل يعني أول حاجة أول حاجة وهو الديبيمتر الديبيمتر هو هذا هذا يعني حساس الهواء باللغة العربية هذا نارتي يقع فيه شيء مشكلة هذا عنده واحد دور مهم في السيارة هو ركف طنوبيلات كاملين ولكن يعني الخدمات دياله ووظيفة دياله يعني خدمة وحدة عنده وظيفة وحدة يعني ما تختلفش الوظيفة اللي عنده هذا الحساس هو أنه يعبر الريح اللي داخل المحرك يعبر الكيمية اللي داخله ويعبر الحرارة منها يصفت المعلومات للكالكالكولاتور لكالكولاتور هي تعرف ماذا تدير في المازوت أو في الليسانس يعني تعرف ماذا تحطي هذا هو العامل الأساسي يعني كيف شلك الطنوبيل يعني ما تتقاش تيري هذه أول حاجة الثاني حاجة يا إخوان هي البابيو البابيو هذا البابيو عنده واحد ريشال داخل من كتسكت نتا كتسد من كتسكت كتسد باش الفولاموتور ما تأكل شلاصة هذه المشكلة يا إخوان بعض المرات توقع فيهم واحد مشكلته وراء معروف هذا الماترادو أن هذه الكلابية لا تتحكم فيها الخيط ديالها وكتبقى مسدودة أولا كتبقى في النص يعني ما تسدش كاملة حيث تسدت كاملة الطنوبيل ستسكت توقع في النص هنا يشنو توليد التنوبيل تفشل وكتسر عليها الموتور تبقى يتراد وموتور تبقى يتراد وكتبقى يدخان زرق يعني المازوت كامل في البستون والريحة التي يعاون لتحرق لا يوجد هذه المشكلة يوقعها في هذه الحالة تخصت بها هذه البياسة التي تسمى البابيو كما قلناها 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 وكتبقى تبقى مرة تدفع لقد تدفع لا تدفع ما تلاحظون عند التيربو وما عندها الخدمة فاة الدرجينية في تدماعه يشتغر مرتدة يشتغر مرتدة وربي التيربو ميكانيك لا تتبا في الدياغنوستيك في حالة مكينشي ديفو اما الديمميطر او البابيو سوف يطلعوا إذا كان فيهم مشكلة واختاني حاجة الاخوان مضرقة ما بيننا هي لوجيير لوجيير الاخوان في الهاش الديف تلعب واحد دور و تتخنق و تدلوم المشاكل لوجيير الاخوان تتخنق حتى هي الموتور تفشل و لا يبقى اتيري يعني إذا ارتيل الدياغنوستيك تهيار و انتبع الابارة مزيّنة و اختكار الابارة مجموعة يعني المشكلة يطلع عليك في الابارة و المشكلة و ايطلع عليك في الابارة و لكن المشكله بعد الفوية لكن اثناء تتخنوا عليك في الابارة يعني تكون صعب و تتطوح معهم دقة و تدير معهم التحليل لكي تستيصص على المشكلة ثاني حاجة الاخوان عدنا هنا واحد جوج ثلاثة عدنا الرابعة في الوجيير و هذه الجعبة هي من الاريخ من التيربو. هذا التيربو يسفت الريح يدوز من هنا. يدوز من هنا يمشي لهذه الجعبه هذه. هذه الجعبه هي تهيارة كالتخنق. يعني من كالتخنق بالتخان يعني ما تبقاش تدوز لنا الريح يعني تطنو بلك تفشل. بحكم ان هذه الجعبه هي دائرة من اللور يعني تدخلها من اللور وملاقيها مع له الجير. هذه الجعبه هي مهمة وهذه ما تطلع لك اشتهيه في الباري لا كانت مسدودة. ثاني حاجة هي الكيليكتورا دميسيو عندهم تهيما اول مشروك هنا. هذه مخص تقيبة تكون مسرحة يعني ما تكونش مخنوقة. لكي تستفيد من الريح التي يصفت لها التيربو. واخر لدينا اخوان واحد الكابتور ديال البومبة. كابتور ديال الابريسو ديال البومبة راكين اللور. موما لدينا واحد الكابتور تا هو كيف يفشل الطنو بيل. لدينا جوج عدنا واحد في البومبة و عدنا واحد في الارون. من المبقى لدينا جوج هم ان يفشلوا الطنو بيل. يعني إلا ما بقوا هم يدفعوا المازوت يعني يدروا الوظيفة اليهم. سوف تفشل الطنو بيل اخوان. خلاص الفيلتر راحت الفيلتر ذيال الريح هذا. سوف يتبدل بانتظام مع الفيضنج دياله او الكيلومتراج. الفيلتر المازوت يكون نقي. يعني سوف يتسبب له في الفشوليات. ولكن الفيلتر المازوت يعني لا يجب في ذلك من ادمتهم يهملوا. حتى تولي الطنو بيل فاشله بسبب الفيلتر. فالفلتر يجب أن تحفظ على الكثير من الحويج في الطنوبي وكان هناك شيء من المشكلة التي تسبب الفشل في الطنوبي لأن هذه البياسة صعبة لتحصل عليها هذه البياسة هي الكالكولاتور المطار الكالكولاتور المطار لتسبب الفشل في الطنوبي ويجب أن يكون قليلا صعب لتحصل عليها الكالكولاتور المطار لديها دور مهم في الطنوبي ويقع فيها المشكلة الديوطات لديها لا تقشد دوز ولا يجب أن تعود لها السدور ولا يجب أن تهرب تدخل الاربين لتفوت 30 ويجب أن يجب أن يجب أن يكون ميكانيك وإلكترونيك الالكترونيك يجب أن يكون ميكانيك ويجب أن يكون حافظ السيستي الكالكولاتور المطار لديها الشاب لا يجب أن يكون ميكانيك هذا الشيء الذي قلت لكم هنا يجب أن يكون ميكانيك لا يوجد شيء من غير هذا الشيء يجب أن يرطح في هذه المشكلة يراقب هذا الشيء ويجب أن يتبع هذا الفيديو ويجب أن يصل إلى النتيجة ونتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم والإخوان ونتمنى أن تستعفذوا وننسوش هذا المشكل هذا الكابتور ديالكوليكتوراتميسيون ونتمنى أن تستعفذوا في هذا الفيديو إن شاء الله